هياكم الله ومشاهدين الكرام في برنامج عادات أصيلة هذا البرنامج الذي دائما نسعى أن نسلط الضوء فيه على عادات وتقاليد أهل الكويت قديما شهر رمضان التجهيز والاستعداد له يختلف عن باقي الأشهر ليش؟ لأن يكون فيه ترميم المساجد وأيضا تهيئتها كذلك زيارة الأقارب والجيران والدواوين وصل التراويح وأكثر وأكثر رح نعرف بيكم تفاصيل هذه العادات والتقاليد مع ضيفنا خلكم ميانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم تغب الله طاعتكم ومبارك عليكم الشهر جميعا أهل الكويت لهم عناية واحتمام في الشهر الفضيل شهر رمضان الفضيل فكانوا لأن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرغان انطلاقا من هذه الآية اهتم المسلمون وأهتم أهل الكويت كذلك بشهر رمضان الفضيل عندنا محلات التجارية التجار يهتمون ويستعدون لشهر رمضان منذ شهر رجب يطلبون البضاعة من السفارة من النواخذة ومن بعض البحرية اللي سافرون للهند واليمن وغيرهم من الدول يطلبون منهم اللبهارات والمواد الغذائية والعيش والسكر وغيرها ويطلبون كذلك من العراق التمور بأنواعها من الحلاوي والسعماران والبرحي وغيرها والرطب والخلال وجميع التمور بأنواعها اللي عنده شهر الفضيل القدوع فيه بداية بتمر أو الرطب حسب ما هو المتوفر فكانوا أهل الكويت والمسلمين عامة يقدعون يتفطرون في التمر فلاذا له اهتمام فالمحلات التجارية بشهر رجب ما يكون بشهر رجب منتهي إلا بضاعتهم متكاملة لكن أهل الكويت العوائل من النساء ومن الرجال ينزلون السوق في شهر شعبان يشترون ماتشلتهم لشهر رمضان طبعا يشترون النواشف النواشف اللي هي العيش يتخزن فترة طويلة والشكر يتخزن فترة طويلة والملح والابهارات وغيرها أما المواد الغذائية السريعة في ذاك الوقت ما كان فيه ثلاجات ما كان فيه حفظ للحوم والسمك فكان يشترونه كل يوم بيومه بليلته وسوق اللحم فاتح وسوق السمج فاتح فلهذا يذهبون كل يوم بيومه يشترون فلهذا هذا الاستعداد ينزل للأب ويبدأ بالشراء هذه المواد وبعض العوائل عندهم الجدور النحاسية يذهبون للصفار يلمعها يبيضها أو يصفرونها يقولون الجدور والأواني وحتى الملاة الصغيرة لأنه يحتاج إلى تنظيف وعناية ففي محلات مختصة لهذه العواني والجدور وعندنا كذلك المساجد المساجد كانوا طالبين فرش من شهر رجب توصلهم من الهند إلى في شهر الشعبان بعضهم حصران يعني طبعا الفرش قبل ما كان سجادة إنما هي ابساط للصف الأول وبساط ثاني أو حصران حصير لصفوف الأول الصفوف بينهم طبعا رمل هذا الحصران والبسط فوق الرمل وكانوا بذلك الوقت ينظفون ساحة المسجد من الرمل إذا كان فيها بعض الصخر ينظفونها حتى لا تؤثر على المصليين إذا سجد في صلاته ما تأثر الكبه ورجله إذا كان فيه صخر فكانوا دائما وأحيانا أنه يبوني رمل يرشون كذلك زيادة رمل حتى تعطيه طراوة على البسط وكان يملؤون كذلك الماء الجلبان أو آبار المسجد إذا كان برشة أو جليب يترسون يترسونه بالماء حتى العابر سبيل أو رجل ما عنده بيت مقطوع أو العمال أو الحرفيين يبدش المسجد فلهذا يملؤون القروم بالماء ناخذ فاصل عزائلنا المشاهدين الكرام وبعد ذلك نواصل بإذن الله حياكم الله عزائلنا المشاهدين الكرام نستكمل استعداد المساجد وكانوا يشترون كذلك العطور من بخور وماء ورد ورشون فيه بعد صلاة التراويح حق حق صلاة التراويح صلاة العشاء كانوا يرشون ويبخرون المساجد وكذلك بعض المساجد يجهزون لها المصاحف والمصاحف هذه تطلب من الهند كذلك من النواخذ يطلبون منهم مواد غذائية ومصاحف خاصة المصاحف الكبيرة حق كبار السن والحجاج إذا راحوا أهل الحج الحج يطلبون كذلك منهم المصاحف للمساجد وكان طبعا أفضل هدية في ذاك الوقت الكبار السن يعطونهم المصحف وخاصة الخطة العريض إذن المساجد استعدت وتجهزت والإمام جهز نفسه أنه بدأ يحفظ الصور للقرآن حتى يقرأ لهم صلاة التراويح آخر يوم من شهر شعبان يسمونه يوم قريش إذا تبين أنه غدا باشر أول يوم شهر رمضان يومعون الأكل اللي في البيوت كلها وتجمعون النساء وكذلك الرجال على جنب بدواوينهم ويعكلونه على الغداء ولا يتسحرون فيه حتى لا يكون بايت لأنه كما ذكرنا أنه أكلهم خاصة اللحوم والأسماك تكون طازة أول بول لأنه ما كان في ذاك الوقت كهربة ولا كان في ثلاجات تحفظ فيها هذه الأطعمة وبداية دخول شهر رمضان الكل يبارك وين يباركون بداية يباركون في المساجد بعد صلاة الفير أول اليوم رمضان يبدؤون في إمام المسجد يباركوله مبارك عليك الشهر وهذه كلمة ما تسمحها إلا في شهر رمضان مبارك عليك الشهر ورد عليهم علينا وعليكم متبارك وعساكم من عوادة وهذه كل واحد يسلم على الثاني مبارك عليك الشهر وهذه كلمة طيبة والله والله الحمد بعدها الضحة بعضهم يذهبون إلى الدواوين اشتريحون وكذلك يسلمون على أهل الدواوين ويبار كلهم وهنونهم بشهر رمضان وحتى يحين الأفطار هناك سابقا عندنا مدفع الأفطار على البحر الآن تغريبا مكان وزارة الخارجية كان في بوابة تفتح هذه البوابة يطلع ابن عقاب رجل من عائلة ابن عقاب مفتول عضلات كما ذكر غانب بن يوسف بن شاعين الغانم في كتابه وله شنب عريض وحامل معه المطاعة وشايل معه البارود ويذهب إلى البحر لمدفع الأفطار ويقول احنا اليحال في فترة 1930 تقريبا نتيمع ننتظر هذا المدفع وطبعا ابن عقاب عنده اخرج ينظف فوهة المدفع ويحط البارود ويسحب ويثور المدفع والأهالي تراكضون اذن اذن المدفع وهكذا هذه بداية اول يوم من رمضان الكريم ويسمعون الاهالي هذا المدفع ويبدؤون في الفطور نستقبل معكم ان شاء الله في حلقة اخرى باذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السادس من رمضان السيف اذا المشاهدين الكرام وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم ان شاء الله تمتستمتعتم معنا في هذه الحلقة وتقبل الله طاعتكم نراكم باذن الله في الحلقات المقبلة الى حين ذلك الوقت لومتوا في امان الله